أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة باعتبار الهدف الأسمى الذي يجب أن تتركز الجهود الدولي عليه لحق ندماء المدنيين الفلسطينيين كما حذر شكري من مخاطر أي عمليات عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية ورفض مصر التام لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيها جاء ذلك خلال اتصال هاتفين تلقى وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وذلك في إطار متابعة التشاور وتنصيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة تناول الاتصال بين الوزيرين بشكل مستفيد الجهود المشتركة المتوصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار والجهود المبزولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين من جهتها أربى وزير الخارجية الأمريكية عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس وعلى جهودها المستمرة في إصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة